قبل ساعات من الإخلاع بمطار جون كينيدي في نيويورك تم الإمساك بحمزة أحمد من قبل عملاء فدراليين وقال مسؤول إن حمزة ارتاد حافلة من منيابوليس للسفر بطائرة إلى تركيا بنية قاتلة ووجهت له تهمة محاولة الانضمام إلى داعش للمقاتلة بجانب الإرهابيين ولم يعلق محام أحمد بينما قال مسؤول إن حمزة نشر هذه التغريدات قائلا إنه أراد أن يكون جهاديا وشهدا أحمد هو أمريكي من أصل صومالي ويعيش في منيابوليس وقال محام في المدينة لشبكتنا إن أحمد يمثل تغيرا خطيرا لتجنيد الإرهابيين الشباب هي مجموعة وحشية في الصومال تابعة للقاعدة وجندت سابقا أكثر من عشرين أمريكي من أصل صومالي في مينيسوتا للقتال معهم أحدهم كان جمال بنا طالب هندسة جامعي وبعد اختفائه فجأة من المنزل شاهدت عائلته صورة له على الإنترنت بعد فترة وهو مقتول برصاصة استقرت في رأسه بأحد شوارع مقديشو بينما لا يزال الإحباط يسيطر على قادة صوماليين قائلين إنهم يفقدون شبابهم بشكل مستمر والسبب يعود إلى قلة الفرص وضعف الهوية بحسب مقال قادة المجتمع حيث أن الشباب ممزقون بين بلدين فهم أمريكيون لكنهم لا يشعرون بأنهم متقبلون كمواطنين هناك إضافة إلى كون أغلبهم من ميتمي الآباء ويتمثل القلق الآن فيما قد يحدث عند عودة هؤلاء الشباب الأمريكيين إلى الولايات المتحدة شكرا